السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاب الصرفاندي من قناتي هابتنفيك بحالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم بدنا نغير أجهزتنا وتخلي أجهزتنا إلى مستوى هوب هوب فوق فوق إن شاء الله كونوا معنا لا تنصدغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نروح لتفاصيل إلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نبدأ على بركة الله أول حاجة تشايفين الشكل اللي أمامكم الأيقونات اللي أمامكم كيف شكلها شكلها دائري ألوانها شرب ألوانها اختلفت والصحيح التغيير دائما حلو نيجي مركز التحكم مركز التحكم الجديد ألوانه اتغيرت والأيقونات لها مركز التحكم الجديد كمان زي ما أنتم ملاحظين كمان اتغيرت لو عملنا بالقلم زي هيك الألوان اتغيرت طيب حلو التغيير دائما حلو طيب لو أجينا الآن طبعا هذا الجهاز اللي معاي عليه أندروي 13 يعني ممكن نصير فيه باكز وهيك لأنه لسه تجريبي لو أجينا على الباور اللي هان عملنا نقفل للشاشة ولاحظ هنالحاجات اللي زي اللوز شايف انتك كي في الالوان الالوان أنا بتحكم فيها ه هذه شايف الشكل هذا اللي موجود عندك اللي هو شاشة القفل شاشة القفل هادي أنا بتحكم في الوانها هذا هيك الوضع الداكن أو الوضع المظلم وبتحكم في اللي هو الخلفية هادي شايفينها أسود باقدر أخليها أخف أو زي هيك كتير تدخل هنا على البطارية طبعا البطارية شايف هنالبطارية 35% صح لو أنا الآن جبنا البطل البطاري مثلا نحطينا الشاحن زي هيك هتلاقي الخمسة وثلاثين هتظلها خمسة وثلاثة ولكن شايف انت أجاهل اللي هو زائد شايف الزائد هذا ليش يعني بقول لك انه البطارية الآن تشحن لو شلنا الشاحن خلاص هيروه في عنا اللي هو اعدادات هنا اخرى خلينا نخش على اللي هو هنا طبعا الكشاف هنا ممكن تضغط على الكشاف خلينا ندخل على الاعدادات المهمة جدا الاعدادات اللي هانا حاجة يعني بتتحكم في أي حاجة بدك ايها بالنسبة لهailag شاشة القفل اول حاجة ركز معي عشان يعني تعرف الاعدادات لأنه اهم اشي في هذا الفيديو الاعدادات عنا اول حاجة هنا فيي عندنا اعدادات الشاشة الرئيسية هنا فيها عندناianة اللي هو قصده يعني شاشة القفل اول حاجة الوضع المظلم. هنا لو انا عملنا زي هيك. سكرنا عليها. شايف? الان اختلفت. كان موضع المظلم. الان الوضع المشرق. طيب ندخل تاني. رقم اتنين. رقم اتنين بقول لك شفافية بطاقة الشاشة الرئيسية. الشفافية. هو حطتها عشرة. الان الشفافية ممكن مسلا نحطها احنا مسلا تلاتة. ايش تلاتة? شايف الشفافية على الاخر صارت هيك خفيفة صح? نيجي الان الشفافية لو خلناها مناش عشرة ناخد مسلا ستة. الشفافية صارت نص نص. شايفين كيف الشفافية? فانت انت وزوجك بتقدر اتخليها. رقم تلاتة برضو طمس الخلفية. الخلفية انا مية في المية برضو للخلفية. طلع على الخلفية كيف صارت? شايف كيف? يعني انت الان بتقدر تتحكم في الخلفية وتعمل عملية اللي هو الخلفية شايف كيف? فاهية على الاخر. وتتحكم فيها وتخليها مية تخليها خمسة وسبعين زي ما انت عايز. هانا بقول لك التطبيق اعلى اليسار اختار الان التطبيق اللي بده يقولون اعلى اليسار. ايش يعني اقول لك ايش اعلى اليسار? نيجي نختار اعلى اليسار. اذا هنا انا رتبت الاربع تطبيقات زي ما انا عايز في هذا المكان. والترتيب بيكون في اللي هو الاماكن هذه اللي انتو شايفين هالاربع. الان لما انا اسكر الشاشة وافتحها فيش رسوم متحركة. اذا انا اريد افعل الرسوم المتحركة من المكان هذا. الان هيك. هاي صار فيه انيميشن. صار فيه رسوم متحركة. والانيميشن دائما احلى. شايف انت الحركة هادة بتقدر تلغيها. الانيميشن هادة تبع الكاميرا موجود. ولكن انا بقدر اشيله من المكان اللي شفته الان. شايف محلا? ممكن اعمل عماية كأنه بلعب لعب. بص الحركة دي. كيف الحركة دي? ركز معاي. ركز معاي. شايف هذا شاشة القفل صح? شايف هانا المكان كديش? شايف المكان هانا كديش? اطلعش بالدعمل. يعني بدي ادخل على الاعدادات هنا. هنا مكتوب سفر. طب انا لو مثلا اجيت كتبت بدل السفر متين. وعملت حسنا. اطلعش هيصير معاي. هاي شاشة القفل. طلع كيف صارت? كيف صارت? صارت نزلت لتحت على الاخر. شايف كيف? ولو زودت هتنزل معك. لو زودت الارقام هتنزل معك. الانا ميش نشغال هيضله. نرجع تاني. وهذه الايقونة تاب على الموسيقى لما تشغل موسيقى. نرجع تاني في الداخل. بالنسبة للداخل. الان شايف الاشكال هذا. هذا الشكل. انا ممكن هحط الايقونات زي الايفون في اللي هو فولدر. شايف كيف انا حط فولدر لحالها? بقدر احط البطارية زي هيك. وهذا الان كله ان شاء الله هنشوفه في الفيديو. اول حاجة بدنا نستخدم الاتي. هنستخدم تطبيق الثيمات. هنجيب جهازتان الان عشان نعمل عليه. بتروع على تطبيق الثيمات وبتبحث يو اي سوليد اي زيد فيرجن تلات عشر. بعد ما ينزل يتحددوا الى شاشة القفل والشاشة الرئيسية وبتعمله تعيين. نيجي نشوف الشكل كيف صار. هاي الشكل صار عنا زي ما انت شايف. هاي عندنا الايقونات. وهي عندنا شاشة الرئيسية. وهي عندنا شاشة القفل. ولوزيا معلم. نيجي للي بعده. نيجي من نزل هذا الثيم اوكسجين او اس 12. وين من نزله? من نزله من عينه منشيل منهان. ومنشيل منهان. ومنشيل منهان. من عينه فقط للايقونات. للايقونات ونقول له تعيين. خلينا نشوف شكل الايقونات. وهذا شكل الايقونات. الان الان. طيب. لسه ما خلصناش. الان ضل عنا مركز التحكم. شايفين مركز التحكم? لسه ما اتغيرش. نيجي لمركز التحكم ننزل هذا الثيم نو نيم. وين نعينه? نعينه للنظام. فقط لا غير للنظام هيو. ونقول له تعيين. وهيو اتعين للنظام هيك. الان اصبح مركز التحكم اتغير. مركز التحكم هيك اتغير. طلع الشكل كيف? طلع الشكل كيف? بص كيف الشكل. لكن في عنا حاجة لازم الان نزلها. روح عجوجل بلاي. وبتكتب هنا. بتنزل للاي او اس ويجيت. وبتقول له فتح. وبتعينه. هاد او بيصير عندك بعد ما تعينه? بيصير عندك في المكان انا في الاضافات. بتدخل هان. ننزل للاخر. وهيو الاندرويد ايو اس. وهيو ايو اس ويجيت. طلع جديش في عنا? هدول كلهم تبعي للتطبيق الان نزلناه. وبتختار اللي بدك اياها او بتعمل تعين. الاختار اللي الان اختار لكم بس فولدر واحد. وهي هذا الفولدر. بنسحة وزي هيك. بناخده على مكان. خلن نفض مسحة على المكان هذا. وهنا بتعمل ازهار فوق التطبيقات. بعد ما تعمل ازهار فوق التطبيقات تختار التطبيقات اللي بدك تحطها من هذا المكان. نختار اربعة تطبيقات. هاي نخترنا خمس تطبيقات. بتقدر تختار اكتر من خمسة من اربعة تطبيقات. وممكن تاخد هذا تحطها في مكان ثاني. لو بدنا نحطها نحط هنا. وبتختاره فولدرات واشي لوزي لوزي معلم. كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب. علشان يصلك كل جديد. ونلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.